أنا ما أريد أصل إلى السيناريو الأسوأ اللي ممكن أنه قد يكون أنتوا مراسمين بمخيلتكم لكن خلي أتحدث بالسيناريو الأسوأ أو الأسود إذا فكر سيد القادر العام وأعتقد هو قريب عن هذا الموضوع إذا فكر أن يضرب بيك من حديد على هذه المجاميع يعني اعتيادي هو بالمناسبة سيد محمد الشاح هو مرشح الإطار التنسيقي هو قالها لي شخصيا قال أنا مرشح الإطار التنسيقي يعني يجب أن يقف الإطار كله في ظهره هذا المفروض السياق المتبع لكن إذا ضرب هذه المجاميع خلي نسميها يعني شنو اللي تتوقع أن يحدث يعني وأنا قلت لك هذا هو السيناريو الأسود لأنه يعني الرجل ما يعني يبقى يتحمل الضغط الخارجي أنه أنت ما تستطيع ما تستطيع ما تستطيع يا أما يذهب إلى دولة تشهد بالفلتان يا أما فلتان تام زين يا أما يسيطر على الوضع يعني هذه حقيقة ترى مشكلة حقيقية نحن مرات عندما نقول بأنه القائد العام يشعر بالأحراج عندما مثلا خاصة مثلا عندما تقول مقاومة العراقية أو المقاومة بصورة عامة غرفة عمليات مقاومة باستهداف القواعد التي تحوي مثلا عناصر أمريكية يعني هذا حتى يعني محرج للجميع حتى أنه بالمناسبة محرج أنا تكلمت مع بعض الأخوان في مقاومة قلت لهم في عز الأزمة ما الغزة قلت لهم يعني أجيبونا هل ستتوقفون عن استهداف من أجل أن نعرف أمام الشاشة شلون يعني كيف نرتب الوضع يعني قالوا بالله يا أستاذ سرمت سؤالك حقيقي يعني ونحن مقدرين هذا الشيء لكن يعني لا أعتقد هناك توقف قالوا بصراحة يعني انسي الحكومة أيضا موقفها ما تعرف يعني أنه كيف كيف رح تتعامل هي ما بيها يا أما صدام يا أما صدام يا أما تسكت بعد أنت وخلاص وتقصر المجتمع الدول وتقصر أمريكي ولا تنسي يعني الدولار مع العراق والاقتصاد العراق كلنا مرتبط بالفترالي الأمريكي هذه مشكلة أخرى مشكلة عويصة أخرى بالإضافة إلى ذلك خلي أذكرك في زمن الكاظمي أريدك تتذكر هذا الموضوع زي في زمن الكاظمي عندما تم استهداف في إحدى المرات استهدفوا السفارة الأمريكية بـ 24 صاروخ 21 صاروخ انطلقا ثلاثة منطلقا في وقتها صار اجتماع الاتحاد الأوروبي والأمريكان في السفارة البريطانية 18 سفارة دولة قرروا أنه إذا استمرت الاستهداف أن ينقلوا سفاراتهم وقصياتهم إلى أربيل لو فرضا هذا الموضوع حدث الآن يعني ماذا سيكون موقف حكومة الإطار إحنا موقفتك عراقين يعني هالميا المعقول أنه بعد هذا التطور وشوف يعني وهل إعمار هذا اللي بغداد تشهد حملة إعمار كبرى وتوفير كثير من الأمور أصبح عندنا بحبوحة في موضوع الغذاء والسلة الغذائية ماكو مواطنين يشكون يعني كثير من الأمور طورت لتأتي هذه العملية في شكل مفاجر سيد سرمد يعني اسمح لي من موقعك كخبير استراتيجي ومن الناحية الميدانية يعني ذكرت في البداية بأن هذا الهجوم تم من موقع قريب في المنطقة الخضراء السؤال هنا والسؤال المنطقي يتعلق بالكيفية التي تتحرك بها هذه الفصائل مع العلم بأنها يعني يفترض أن تكون منطقة محصنة عصية على هذه الفصائل أو أن تكون يعني بشكل كبير مؤمنة فهل لنا أن نقول بأن الساحة العراقية اليوم دخلت مرحلة التصعيد؟ لا لا خلي أشرح لك العملية يعني هم محورين صندوق محورين صندوق إلى أدة قواعد للهاونات لاستخدام قنابر الهاون استخدموه وأنا قلت لكي في الحشوة صفر هذا الهاون تجي بي ست حشوات أنا من شفت المقذوفات كان ما بها حشوات إذن حشوة صفر الحشوة صفر توضع المديات القريبة يعني يصعد بشكل شاقولي وينزل بشكل شاقولي أيضا ينزل على الهدف ما يكون هدف مضبوط مئة بالمئة تعرفين الهاون هو ليس نقطوي يعني ليس من الأسلحة النقطوية التي تعطي الهدف بالضبط لا دائما بي زائد ناقص في هذا الموضوع هذا الصندوق مغطع بالزهور عبر على اعتبار أنه زهور والربط سلكي كان والاطلاق لم يكن بعيد عن مكان الاطلاق لذلك يعني أولا هناك أيضا استغراب مع العلم أنا جاوبتها يعني الصبح السئلوني في هذا الموضوع أنه لماذا لم تنطلق يعني منظومة السيرام أيضا هاي صار بها إشكال يعني هل هي قنابر الهاون ما تنطلق على قنابر الهاون يعني فقط على الكاتيوشا وعلى الصواريخ اللي ممكن أن تستهدفها يعني هاي مشكلة أخرى يعني إذا لم تنطلق هل لم تطلق لأسباب أخرى يعني ننتظر أنه قاعدة اليونين 3 هي اللي يجاوب على هذا الموضوع يعني السفارة هي اللي يجاوب على هذا الموضوع